اشتركوا في القناة عدة لقاءات اليوم طبعا كانت مثيرة جدا نتكلم مباراة سموحة والاسماعيلي وايضا مباراة بيرامتز وطلع الجيش واخيرا مباراة الزمالك والمقاولون العرب وهقول لحاكم نتائجها لكن خلينا نبتدي الحلقة الاول باهم اخبارنا ثم الكلام على اللقاءات ونتائجها ان شاء الله اشتركوا في القناة خلينا ان شاء الله نبتدي كده النتائج اليوم وبعد كده هنتكلم على مباراة مباراة ويمكن هتكلم في البداية طبعا عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب او المقاولون العرب والزمالك لانكت مباراة المقاولون العرب وكانت على ارضه المقاولون العرب بيخسر من الزمالك او الزمالك بيفوز اتنين واحد على المقاولون العرب في مباراة جميلة ورائعة يمكن مستوى الفريق الخاص بناتزة مالك النهاردة مختلف يمكن توقف الدوري يمكن اختلف كتير اوي اداء نتزة مالك ايضا ممكن يكون من ضمن الاسباب نفسها كمان الاختلاف اللي كان موجود فكرة التواجد ليه اتنين من الجهاز الفني المصين يعني بتواجدهم مع مستر باترس كارتيرون في الجهاز الفني اثر بشكل ايجابي على الفريق وان كان وان كان نهاردة انا من وجهة نظري ان نادي الزمالك بعد اصابة اوباما قبل بداية اللقاء لان اوباما كان في التشكيل الاساسي او كان خلاص هيبتدي التشكيل الاساسي ولو لكده كان هيكمل اوباما الماتش لكن تم تغييره وبقى يعني موجود برا التشكيل تماما نتيجة الاصابة الخاصة باوباما لكن خلينا اقول ان دكة بودلاء نادي الزمالك واعتقد لو الدكة دي كم يعني فضلت زي ما هي كده لنهاية الموسم هتبقى الامور صعبة جدا على نادي الزمالك بالرغم زي ما اقولكو ان الفريق الاساسي لنادي الزمالك فريق قوي وفريق بيعرف يكسب بيعرف يوصل للمرمى لكن دايما دكة البودلاء ما بتسعفش فيه بعض المراكز اه النهاردة اوناجم مثلا واحد من الناس اللي كانوا في دكة البودلاء ونزل ده واحد من الناس اللي يمكن اضافوا للمباراة لكن هنيجي على جانب اخر الهدف اللي جيه مثلا من النادي الماورين كان جاي من ناحية ليمين وده كان حمدى المسلوسي وزا ما بقولكو في بعض المراكز محتاجها نادي الزمالك ان يدعمها بشكل اقوى الامور بالنسبة لنادي الزمالك لازم تدعم بشكل اقوى مكسب كبير نهاردة نادي الزمالك وجود رزاء سي سيوي ان هو يبقى متواجد بقى مع نادي الزمالك بشكل طبيعي واعتقد ان دي بتفرق كتير جدا مع نادي الزمالك ايضا احنا بنتكلم النهاردة على التشكيلة اللي امام حضراتكم النهاردة عواد حازم امام محمود علاء محمد عبدالغاني عبدالله جمعة طارق حامد امام عشور احمد سيد زيزو مصفافاتحي اشرف بن شرقي وعمر السعيد دي التشكيلة اللي ابتدت بيها النهاردة نادي الزمالك وان كان زي ما بقول لكم في مكاسب كتير اوي لنادي الزمالك في الملعب وفي الفريق النهاردة ومكسب مهم لنادي الزمالك كمتصدر واحد من متصدر جدول الدوري في الوقت الحالي بعد خلف الاهل وبرامد بعد هذه النتيجة خلينا واحنا بنتكلم على الزمالك اكيد نادي مورين كمان النهاردة كان فريق قوي وليس بالسأل طبعا كان الفوز عليه حتى في الدقائق الاخيرة كان الامور كانت بالنسبة المقاولون العرب ان هو كان قادر ان هو او كان عنده القدر ان هو يهاجم نادي الزمالك احرز هدف وكاتل الامور بالنسبة له خلاص بتقترب لو لا كمان طرد الشامي النهاردة يمكن طرد غريب انا بس شامي من اللعبة المحترمة ومقدبة جدا انا كنتش حابب يعني التصرف نفسه بخبراته الكبيرة ما كانش مفروض ان هو يعمله لكن الامور صعبة جدا وكانت يعني فريق المقاولون العرب كان بيسعى ان هو للتعادل في الوقت ده بالذات وطبعا الطرد ممكن يكون اثر عليه اه حتى منتكلم في ثلاث دقائق لكن طبعا ثلاث دقائق في كرة القدم بتفرق كتير خلينا نروح ليه المهندس محمد عادل المشفى عام على الكرب نادي المقاولون واقوله هارد لك النهاردة على اللقاء بشمهندس ازاي حضرتك اهلا بك اهلا بك ربنا خليك جدا مشاهدي بشمهندس هارد لك النهاردة وان كان طبعا نادي المقاولون العرب اه اه انا بشوف ان هو وفاق في اخر ربع ساعة كانت الامور بالنسبة له ممكن تختلف تماما لو كانت بنفس الاداء من بداية اللقاء بشمهندس هو الاول بنبارك للجميع نبي الزمارك وجماعيه وابينقوله لعبتنا عرض لك قدم وورا لا بأس بها يمكن كان في اخر ربع ساعة لما انه تقول بجأة الامور تبقى فيها يعني ايجابية اكثر من جانبنا في النواحي الهجومية لكن يعني الوقت ما اشعب ماش انه حسنا اعتبر تأخرنا في الصحوة الهجومية لكن في المجمل ما في الشك فرقة المباراة جيدة كبحة كوية جمالك فرقة كبيرة مرضوقة احترام واللي جاي بقى نفكر واللي جاي ان شاء الله ان شاء الله طيب انا بشمهندس يعني بتشوف ان البداية للمقالون العرب ويمكن السنة دي النتائج الى حد ما في بعض الامور اللي ممكن يعني فيها صعوبة للمقالون العرب في مركزه وفي النتائج في بعض المباراة النهاردة برضو شايف ان البداية ما كانتش موفقة يعني هل كان مفروض اللعبين او الشكل الفني كان لازم يبقى مختلف امام فريق كبير زي نتائج مالك وهو يعني هو اللي حاصل على البطول وبطر النسخة الماضية كان لازم يبقى فيه شغل مختلف عن المباراة السابقة والله طبعاً ما فيه شك ان احنا النهاردة يعني كنا نتمنى ان احنا يبقى اداءنا احسن من كده ويبقى تأثرنا في المباراة اقوى من كده ويمكن انا برضو شايف يمكن هو التركيز فات من لعبتنا شواني حصل فيهم الهدف الاولاني جي التاني يمكن اعمل شيء من اللحبات النفسي شوية لكن اللي جاي ان شاء الله يمعفضل فيه طب حاجة سألك على بعض اللعبين وتأثيرهم مجل يعني يا بشمهندس من اللعيبة اللي كانت لقدية القمة الاهل وزمالك ممكن كانوا بيتكلموا عليها فوقت دوقتي يعني مش موجود وقعد على الدكة يعني ايه السبب والله السبب واضح انت قلت حضرتك مجل ماستحملش انه يبقى مطلوب من الزمالك او من الآلي وبدأ مستوى تراجع ودينا شاهدنا يعني ودي بعض اللعيبة يعني اللي هي ممكن اوي الكلام اللي زي كده يأثر عليها بدل ما يأثر بالإيجاب انا بعتبر يأثر على مجل بالسل يعني الفاطح اصبح مستوى في النازل وبالتالي كان يعني بيأخد فرص ولكن ما بيقدرش بيعمل حاجة لان فقط تركيزه وبص لل للعروض وده الخطر اللي دايما انا بقوله على اللعبين وعلى وكلاء اللعبين ان هم يبتدوا يشتغلوا على اللعبين بأذا الكلام في لعيبة كتير سوري يعني ممكن تعيش الضرو بدل ما تبص ناتية ترتفع اكثر ده حصل طيب برضو من يعني من يعني من وجود حضرتك في الفريق واكيد ما ينقص نادي المقاولون العرف في الوقت الحالي عشان النتايج تتزيبت شوية او تتعدل ايه المشاكل اللي موجودة في الفريق بشوهندس طلاق كان الفريق اولا مفيش مفيش نادي صرف مستحقات تاسون حد داخل لحظة زينا بالعلاقة قوية ما بين اللعيبة ومعضها ويمكن انا دايما بقص لقط اللبس وليا ناس لقط اللبس لان اكتر حاجة يقط اللبس اول ما تحس انه هي قلق ما بين اللاعبين او بين اللاعبين والجهاز الفني يبقى في كلام الحياة ده مش متوافر ابدا عندنا لكن يعني فقدنا في بداية الموسم بعض النقاط مش عايز ارجع تاني وقول بسبب التحكيب برضو احنا نعتبر برضو المقصرين ان شاء الله احنا عملنا في اللي جاي ان عندنا الامور واضحة مفيش فيها مشاكل تستاذي لا اي شيء ولكن هو استقرار هيجيب النتائج لكن الامور الفنية اللي بيحتاجوا الفريق المقولين من ناحية الفنية فبعض الملاكز هل فيه مسلا نقص في الجزء الهجومي ده مأثر بشكل كبير عن المقولين العرب اشوانس والله احنا زيابت الفروض انت شايف انا عندي اكتر من فروض والمفروض ان انا يعني يعوضوا مكان سيف الجزيرة اذا كنا بتتكلم انا عندي اكتر من فروض ممكن يحقق هذا الكلام لكن لسه يعني ماوصلوش انا عندي سالم فروض عال جدا عمر بسام نفس الكلام جون اللي جاي برضو اصاباته يعني لا يعني ان شاء الله اللي جاي افضل طيب اخيرا تعليق حالتك على طرد الشامي طبعا انا يعني انا جزي اعلان ان الشامي يتحط في مواقع زي كده الشامي لعب كبير جدا صحيح مش ردله بحسن القلق الغير عادي لكن انا مش قادر اتصور يمكن انا ما خدتش بالي الموقف ايه بالضبط وانا عادي على زيكة يمكن لما شوف اللي عادة اشهر شاكل لكن مش ده لا دي طبيعة الشامي ولا دي اخلاقات الشامي الشامي لعب كبير جدا لعب ملتزم بكل شيء في يعني مش قادر اعرف بلحد لعب اين خلا هو هو يمكن معرفش طبعا هي واضحة جدا حالة الطرد يعني يعني ضرب مصطف فتحي بالكوع يعني معرفش طبعا هي فكرة التحجيز بتبقى موجودة دايما لكن التحجيز بالكوع مرفوع ده اهو ده يمكن اللي خلك عشور يعني اتجه الى طرد الشامي بعد طبعا اللجوء للفار واعتقد ان يعني الطرد ده اثر يعني احنا بنتكلم على ثلاث دقائق نادي مولين كان يعني بيحاول وبيسعى بشوهندس لاحراز هدف لو لا الطرد ده كمان كان صعب الانور مقايا الدنيا كانت خلاص خرى بعيدا مسايفرين على الموقع كله وزي ما حضرتك وقت يكون بيجيب ثواني مش دقائق ولو كان استمر لكن طبعا الحركة دي بيعت الوقت وغبطت وخير الحمد خير بشوهندس نتمنى لكم التوفيق نادي مقاولون العرب بشوهندس محمد عادل المشرف عام على الكرة بنادي المقاولون العرب احنا بنتكلم على نادي الزمالك النهاردة يعني زي ما بأكد على ان نادي زمالك والاهلي والمصري والبنك الاهلي كل الفرق السنة دي المبارات صعبة ومش بالسهولة انك تفضل موجود في مكانه نادي زمالك زي ما بقولكم عنده مجموعة من اللعيبة ما نيجي نبص على التشكيل الاساسي لا يعني تشكيل محترم مجموعة من اللعيبة المميزة ومجموعة من اللعيبة التقيلة لكن انا بقول على مدار الموسم بقى والسنة لو دكة بودلاء نادي زمالك بيبقيتش كحارس مرمى طبعا من حراس المميزين لكن انا اقول لكم الاسماء حمزة المثلوسي حسين عبد المجيد النهاردة محمود عبد العزيز حمد علاء اسلام جابر ايمن حفني يوسف اوباما وانجم وانجم طبعا نزل احرز هدف وصنع هدف لكن انا بكلمك على باقي الاسماء اللي ممكن تكون انت محتاجها في مراكز وفي اوقات مختلفة هنا ده اللي انا بتكلم عليه وجود كابتن ماتحة عبدالهاتي وامير عزمي مجاهد في الجهاز الفني يعني واضح التأثير الايجابي واضح التأثير اللي وصلوا الاتنين دول لمستر باترس كارترون واللعبين وامور بقى بقت فيها توليفة لطيفة في الجزء الخاص بالجهاز الفني طيب انا بس عشان نتكلم على ماتش ماتش النهاردة كابتن اسامة خليل النجم الاصبق لنادي الاسماعيل هيكون معايا كان طبعا على نادي الاسماعيلي ان كان الامل بالنسبة لكل جمعيه الاسماعيلي في مباراة امام سموحة بعد العودة اللي النادي الاسماعيلي في المباراة مرة اخرى ان ماتش سموحة على الال ما يبقاش في خسار النهاردة نادي اسماعيلي بيخسر من سموحة اثنين واحد في الدقاق الاخيرة وبالتالي بيصعب الامور على نادي الاسماعيلي نادي اسماعيلي النهاردة لعب سبع لقاءات يعني ما فس ولا مباراة تتخيله نادي إسماعيلي اللي دايما القوة الهجومية والشكل الهجومي بتاعه والسمسمية وبرازيل مصر ماكسبش من سبع لقاءات ولا ماتش عادل في ماتشين وخسر في خمس مباراة شيء صعب جدا 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 على نادي الإسماعيلي لكن هنتكلم مع كبت المسلم الخليل في هذا الوضع أيضا في مباراة طلع الجيش وبيراميدز وطلع الجيش 3-0 النهاردة مباراة أيضا قوية خلينا بس أروح لأستاذ وليد عرفات رئيس نادي إسموحة وباركله النهاردة على الفوذ المسير في الدقائق الأخيرة وأكيد فرحة كبيرة لعبي وجهاز الفني ودارة نادي إسموحة بهذا الفوذ أستاذ وليد تحاتل حضرتك أغبار حضرتك مبروك يعني فوذ النهاردة بيمثل إيه النادي إسموحة والإدارة فوذ جميل قوي وجامل جدا الحمد لله كنا منتظرين هذا الفوذ طبعا حديد دفع للفرقة كويس قوي عندنا مراجع الجيش جاي مع طلع الجيش نتمنى نكسابه إن شاء الله عشان ناخد داكس المخضب الحمد بينا السابع يعني إن شاء الله حننهي الموس إن شاء الله في مركز كويس إن شاء الله طيب النهاردة اللعيب النهاردة ألعبه كويس قوي عندهم مبورة كويسة رغم مسؤول الملعب ما أنا لسا كنت أكلمك الملعب هو أثر على داء الفريتين الصراحة يعني بس طبعا دي حاجة يعني مطر فالأمور بالنسبة أمور خرج على إرادة خرج على إرادة الحمد لله طيب يعني حتى الآن يعني أستاذ وريد نادي سموحة ماشي بشكل كويس إحنا بديكلم مركز سابع لقب ست مباريات حتى الآن فاز ده الفوزي التاني على فكرة نادي سموحة هذا الموسم تعادل في ثلاثة تقييمك حتى الآن بالنسبة للفريق وما سيحدث ما بعد ذلك من توقعات هو طبعا تقييم الفريق إنه أنا معتقدر فريق ماشي كويس بتحسل مستمر الجهاز الفني منتظم وقف على الجديد الفريق وقف على الجديد اللي جاي أفضل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ده شوالك الجاية إزاي لكن جاية إن شاء الله بنتمنى هو يأفضل إن شاء الله بخصوص الأفضل دائما الاستقرار الخاص بالفريق ده مهم جدا في بعض ما يتردد عن عدم يعني أخذ مستحقات للعبين أو للعبين ما أخذتش مستحقاتها في الفترة فاتت ده برضو ممكن بيهدد هل ده صحيح خالص خالص العكس لاحبة موحدة ومنتظمة جدا وكذلك المتردد ده نجو أسم الساحة خارص يعني خارص وما يتردد عن رحيل كابتين أحمد ده سامي في الفترة القادرة لا لا خارص لا 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 معرفش ده كلام ده كلام غير يعني غير منطق يعني مقدمات العقود أستاذ وليد كله كله ومنتظمين إحنا منتظمين جدا في الفلوس ومنتظمين جدا في الأداء المالي بتاعنا وحتى النهار لك عندنا قسط بتاع برجة عربة فعناك طبعا مش هولك التظمين علي مية فدمية بس التظمين علي في المرحلة دي ماشي خيسي طيب إحنا نتمنى طبعا التوفيق ويعني كل ده ما تردد إحنا بيهمينا جدا وجود حضرتك معنا عشان الأمور دي ما تكبرش وما تاخدش حايز أكثر الكلام اللي ما تردد عن اللعيبة ما خلتش مسحطاتها فوجود حضرتك ده مهم جدا لا لا الكلام المتردد ده كلام ملوش اسم الصحة وكلام محدد هذا الكلام ليس نوقف اسم الصحة تماما جميل جدا نتكلم الكلام الموقع المحدد ما ينفعش الكلام يتقال الكلام ده ما ينفعش يتقال وجود حضرتك هو وجود حضرتك وانت بترد ده يعني أهم دليل على أنه ما فيش أي مشاكل بالظبط كده أي حاجة أي كلام بيتقال ده يكون بدلائل وحاجات مقنع يتردد ده مش هسمعه يعني أساسا طيب يعني برضو وإحنا بنتكلم على أنه نخلاص بنقترب من تفكير في بعض اللعبين اللي ممكن يكون فيه طبعا تفكير إن شاء الله فيه تفكير إن شاء الله بس لسه يعني كانت أحمد سمية ما دانيش الوافع النهائية عاوز مين وحيمشي مين لسه بخصة لي لسه ما تعملتش نهائية يعني إن شاء الله سعادة حداتك بحسين فيصل إيه بقى أخبار حسين فيصل بعد عوضيتك طبعا نجم حيبقى نجم النجوم إن شاء الله بس لسه ما اتفقناش على حقه ما فيش أي عروض رسمية جاكة في عروض بس لسه في عروض بس لسه ما عاد ناس اتفقنا يعني اه عروض من مصر ولا من خارج مصر في عرض لنا عرض من خارج مصر و و قصة مصر بقى بيتكرمه على من جهة مصر يعني بس كلها حاجات كلمة يعني شافة يعني نتمنى توفيق لحضراتكم يعني يعني في الآخر كان قبل بس مقفل بقى بخصوص حسين فيصل حدثك كنت قلت مبلغ كده معين هل هيزيد لو كان برة انا قلت انا بتواقع ان حسين فيصل بقى لو عزب في خمسين بليون راح أجيبه اه ده تقدير الشخص اللي هسير فيصل يعني يعني تقدير الشخص بحسين فيصل هو يساوي خمسين مليون جهنين ماذا اه يعني ان شاء الله وان شاء الله حيجيب خمسين مليون جهنين ما انه للتوفيق انا متوقع كبيرا ان شاء الله ان شاء الله اتمنى ان حدثك التوفيق وطبعا لنادي اسموحة وكل ما تردد عن ان لعيبي نادي اسموحة ما بياخدوش مستحقاتهم لا استاذ وليد عرفات ان الرئيس نادي اسموحة بقول ان كله تمام وكله ااخد مستحقاته وقدم العقود اللعيبة واغداها ولا يعني ولا صحة ليه رحيل كابتن احمد سامي في الفترة القدم باي انا كنت عايز اتكلم على بعض المباراة بيرامد صراع الجيش طبعا ونتجتها كانت النهاردة 3-0 واكيد مباراة اسموحة واسماعيلي هتكلم معها كابتن مع كابتن اسموحة خليل عنها والفوز المثير لنادي اسموحة وطبعا والجراحة الموجودة لنادي اسماعيلي لكن هخليني نتكلم عن نادي اسماعيلي ما بعد ان شاء الله تواجد كابتن اسموحة خليل هطلع للفاصل وهرجع بعد الفاصل نتكلم ونقول اخبار البنية عن الاهل والزمالك واستعداد الاهل ان شاء الله غدا لمباراته وامام الرجاء البيضاء وفي بطولة السوبر واللي احنا نتمنها ان شاء الله تبقى احمر او اهلوية ان شاء الله بكرة البطولة التامنة تبقى للنادي الاهل ده اللي احنا نتمنها مصريين كلهم وكل محبي النادي الاهل في كل مكان يتمنوا كده ان شاء الله بكرة ان شاء الله فاصل ورجع مع حضركم مرة تاعة اشتركوا في القناة مفيش شك ان الدوري السندي ممكن يكون شبيه للموسم الماضي في اثارته طبعا ما قدرش اقول انه هو الدوري قوي الا لما ينتظم والامور بالنسبة ليه الفرق بقتتشاف بشكل طبيعي ومنتظم طبعا ده مش هيحدث الا ما بعد بطولة الامم الافريقية ان شاء الله لو اتعاملت وده هتكلم فيه بعد قليل خاني بس اعيد لحضراتكم نتائج اليوم وترتيب الفرق حتى الان بعد هذه اللقاءات سموحة بيفوز على الاسماعيل اثنين واحد وبيرامدس بيفوز على طلاع الجيش ثلاثة صفر اما نادي الزمالج بيفوز على المقاولون العرب اثنين واحد ترتيب الدوري كالتالي اخد بس مع حضراتكم ترتيب السريع عشان معايا كابتن حمد ابراهيم المدرب عام لفريق بيرامز ونسأله النهاردة عن الفوز الجميل والكبير نادي بيرامز النهاردة النهاردة بنتكلم بعد هذه اللقاءات الاهلي فيه المركز الاول برصيد 18 نقطة ثم بيرامز فيه المركز الثاني 16 نقطة الزمالج فيه المركز الثالث 16 نقطة ثم المصري البوسعيدي فيه المركز الرابع البنك الاهلي فيه المركز الخامس غزل المحلة فيه المركز السادس سموحة فيه المركز السابع سراميكا فيه المركز الثامن وفاركو فيه المركز التاسع اتحاد سكنداري فيه المركز العاشر وإمبي في المركز الـ 11 والجونة في المركز الـ 12 فيوتشور في المركز الـ 13 مصر مقصة في المركز الـ 14 مخولون العرب في المركز الـ 15 ثم طلع الجيش في الـ 16 والإسماعيلي في المركز الـ 17 وأخيرا استر كومباني في المركز الـ 18 بعد فوز كبير لفريق بيراميز النهاردة بأهداف جميلة أحرز كل من محمود وادي علي جبر وأيضا محمود وادي في الهدف الثاني لي والثالث لفريقه نادي بيراميز النهاردة بيكون موجود خلف النادي الآلي في المركز الثاني هذا الفوز طبعا مهم جدا كابتن هاب جلال وجهازه واللعبين وإدارة نادي بيراميز أكيد سعداء بهذا الفوز كابتن حمد تحياتي لحضر كابتن حمد محمد أهلا وصد إزاي كابتن أخبرك إيه تحياتي لي كابتن محمد أهلا وصد يمكن حضر ما قلتش معنا الفترة لفاتت حبيب أبارك لك طبعا أنت وجهاز الفني ونادي بيراميز طبعا وصول لدور المجموعات في الكونفودرالية والشكل الفني كمان اللي أنتو ظهرتوا به النهاردة والفوز بالثلاث أهداف نهاردة كابتن ربنا خليك كابتن محمد متشكر جدا ويا رب إن شاء الله نكون عند حصن أظنكم إن شاء الله وبإذن الله طبعا الفرقة تعمل حاجة شكلها مختلف طبعا بشكر اللعبة جدا على المجهود الكبير اللي هم عاملينه بصراحة عاملين مجهود كبير جدا ودي حاجة تحصب لهم مع طبعا دارة بيراميز والناس اللي موجودة بيراميز فأنا بقدم لهم التحية وبقدم لهم ألف مبروك إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن بإذن الله ماذا تطور فريق كابتن من وجهة نظرك من أول يوم جيته فيه حتى الآن والله أنا شايف إن إحنا الحمد لله اللعبة بتستجيب بشكل كبير جدا واللعبة بدأت يعني أشكال اللعبة المختلفة اللي احنا بنلعب بيها بدأت يشتغل بي ودي حاجة مهمة جدا إنك إنت اللعبة أريا وعرفة هي هتشتغل إي ودي حاجة بهمة جدا فأنا بقول إن هم بدأت بنسلم مدلواتي في أشكال اللعبة المختلفة إن إحنا عندنا لعبة كبار لكن هيظل إن أنت برضو كل مدير فني اللي هو طريقة لعب ولو شغل بيشتغل به فاللعبة اللي ما بتاخد عليه بترتاح مع ثقة اللعبة في المدير فني اللي هو بيشتغل معاه اللي هما بيشتغلوا معاه فدي بيدي لهم إرياحية كبيرة جدا فبيشتغلوا وهم مرتاحين ودي حاجة مهمة جدا أنا كابتن حمد طيب الناس كابتن بتسأل كابتن حمد هو بالرغم زي ما أنت بتقول كده نجوم كبيرة في نادي البيرامدز إلا إن الأمور دايما بتبقى مثلا في الكونفدرالية أو في طولة أفريقيا كويسين دوري مش كويس أنتوا اشتغلتوا على ده إزاي كابتن حمد والله أنا بقولك يا خناعة اللعيبة بالمدير فني دي حاجة أنت شايفها حاجة مهمة طبعا طبعا ما فيش لعيب بيشتغل وبيعمل أداء مميز كابتن حمد غير لما يبقى عنده خناعة بالمدير فني طبعا ما ينفعش إن انت تقول مع فرقة جديرة زي كده ما ينفعش إن انت تبقى فيه حاجة اللعيب يعملها في الملعب ما يبقاش مشتغلها في التدريبات ما يبقاش متقلوا يعمل إيه ودي حاجة مهمة معا أنت معاك لعيبة كبيرة وهم عندهم ثقة في الكلام دوت ودي حاجة مهمة فأنا بقول إن الشغل النفسي طبعا اللعيبة دوت معا أنك إنت تنظيم جوه الملعب ويمكن أنا بقولها بقالي فترة أنت الفرقة بتفرق عن بعض في التنظيم بس بعد كده بقى كل اللعيبة هتلاقيهم قريبين من بعض لكن هيظل إن فيه واحد أو تنين بيفرقوا مع كل فرقة لكن بقولي التنظيم جوه الملعب هو اللي هياخد مساحة كبيرة وهيخلي الفرقة تنافس لغاية آخر وقتك طيب أنا هكلمك على حاجة حاجة كابتن خصوصا يعني شيء جميل إنك تبقى موجود في الكونفدرلية والهدف السنة دي أعتقد بقى يعني الحصول التالتة تالتة كابتن نتمنى لكم طبعا التوفيق أنت وفي المصر طبعا في المجموع وأكيد برضو الصفقات الجديدة هتبقى إضافة في الدور المجموعات بالنسبة لكم يعني هل بيبقى فيها شغل مختلف هتشتغلوا في هذه البطولة بشكل مختلف أو يعني أكيد كابتن أنا موجودة نظري دايما أن الدور غير للبطولات الأفريقية والله أنا شايف أن فرق الدرمج فرقة كبيرة وهي بقى لها ثلاث سنين بتنافس بشكل كبير على البطولة لكن ما كانش لهم نصيب فهيظل أن أنت برضو هتشتغل أنت بشغلك أنت وتحاول تدي دوافع كبيرة للعيبة وتدي لهم طموح كبير هم لعيبة كبيرة ونفسهم يعملوا حاجة سنادي وإن شاء الله بإذن الله يكون ده الهدف بتاعنا اشتغلنا المطفين الأولانين بشكل كويس جدا يعني أخذنا الهدف منهم وقدرنا نكسب المباريتين فدي حاجة مهمة جدا مع دلوقتي التدعمات بقى اللي رجح أجيلك الناس اللي ما كانتش مخيضة فهيظل أن أنت يبقى عندك عدد كبير مع اللعيبة اللي موجودة فهيظل أن أنت العدد الكبير بيدي لك برضو تمقنينه شوية لو في حد غاب حد مش موجود مع حد توقف حاجة هتقدر تشتغل وتشتغل فترة طويلة حيظل يا كابتن حمد التوفيق بتاع ربنا وأنك أنت تكمل المسابقة فتبقى حاجة برضو من الحاجات المهمة والأساسية بالنسبة لنا يا رب إن شاء الله يكون التوفيق معنا ونقدر نعمل فيهم حاجة كوية إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق ليكوا كابتن حمد ونتمنى التوفيق لكل الفرق اللي بتشارك فيه البطواطة أفريقية المصرية كل التوفيق كابتن حمد طبعا مدارب العام لفريق بيرامدز وأكيد وإحنا بنتكلم يعني بيرامدز شكله مختلف صراحة مع كابتن أهاب جلال الأمور بالنسباله وزي ما كنا بنقول دولتا وبسأل كابتن حمد ليه كان بيرامدز في الكونفدرالية أو في بطولة أفريقيا ماشي كويس ويجي في الدورة الأمور بالنسباله السنة فاته كانت صعبة كلم يعني كابتن حمد قال لي قناعات بقى قناعات اللعيبة بالمدرب ممكن كانوا فيه مدربين كبار وأسماء كبيرة جدا مع ناسي بيرامدز مدربين أجانب لكن ممكن اللعيبة فعلا الاستجابة بتاعتهم معاهم ما كانتش بنفس القوة اللي مع كابتن أهاب جلال وطبعا جهازه ألفاني طيب دي الأخبار الخاصة بيه ونتائج المباريات في الدول المتازل النهاردة الأسبوع السابع اليوم الثاني بالنسبة لأسبوع السابع طبعا فيه مباريات مؤجلة زي مباريات فيوتشر والأهلي دي إن شاء الله هتتلعب يوم 26 وإحنا بنتكلم إن كروش ما عندهش مشكلة فيه بخصوص طبعا مباراة بيرامدز والأهلي هتكون يوم 30 وكروش ما عندهش مشكلة فيه هذا اللقاء إنه يتلعب وبالتالي طبعا هيتلعب فيه هذا المعادة خلينا نقول إن إحنا عندنا النهاردة مباريات مصيرة ومباركة فيه مباريات مصيرة مباريات الاتحاد وسراميكا وعدد أهداف كبير جدا والنهاردة برضو بنتكلم فيه مباريات قوية وزي ما أقول لكم دوري مصير وحتى الآن القوة هتبان فيه الجزء التاني من الدوري إحنا هنلعب أسبوعين يعني فيه أسبوع تاني ثم التوقف للدوري الممتاز لمعسكر المنتخب إن شاء الله الكأس الأمم الأفريقية اللي نتمنى إن شاء الله التوفيق وإن إحنا نعمل شكل مختلف عن كأس العرب فيه هذه البطولة طبعا بالإضافة لوجود المحترفين الوضع هيبقى شكله مختلف بأمر الله خلينا بقى ناخد أخبارنا النهاردة الخاصة بالأهلي واستعداده اللي بطولة السوبر غدا إن شاء الله نتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي نبتدي أخبار الأهلي مع حضركم بأمر الله نبتدي أخبار الأهلي مع حضركم بخصوص قائمة الأهلي إحنا طبعا كلنا عارفينها وإن كان أيمن أشرف يعني بقى موجود مع الفريق وتمرن بشكل طبيعي لكن دكتور الفريق طبعا يا سيد دكتور أحمد أبو عبلى يعني خايف على أيمن وبيحذره إنه يعني الرجل رجع والأمور بالنسبة له يعني طبعية لكن المشارك وإن هو يبقى فيه خطة قوية أو اشتراك قوي في مباراة قوية زي كده ممكن تأثر عليه بشكل كبير يعني تتجدد الإصابة مرة تانية وبالتالي هل ممكن أيمن أشرف يبقى موجود بكرة إحنا يعني يتمنى السلامة دايما وما يبقاش فيه مخاطرة لأي لعب لكن أيمن أشرف من اللعابة الرجالة اللي دايما يعني في الملعب بتقدم وبتقدي دور مهم جدا للجهاز الفني واللعابين زميلهم أو زميله في الملعب ده بخصوص أيمن أشرف نتمنى له دايما التوفيق والسلام فيه عدة أمور خاصة بالتجديدات للعبين ممكن أهمها علي معلول وبالتالي إن شاء الله الماتش يخلص بكرة فيه جلسة وإن شاء الله يخلص بخير إن شاء الله للنادي الأهلي والحصول على البطولة فيه جلسة هتكون موجودة أستاذ ياسين منصور مع علي معلول وطبعا أستاذ ياسين منصور هو رئيس شركة النادي الأهلي أو شركة الكرة بالنادي الأهلي وبالتالي هتكون الجلسة موجودة ليه حسم هذا الأمر سريعا يعني مش هيستنوا حتى العودة عشان الأمور تتحسم لأن الكلام كتير جدا في هذا الموضوع إن مازال علي معلول عنده طلبات عنده أمور ممكن تكون مختلفة يعني طبعا كان فيه جلسة تحضرية مع أمير توفيق وكده لكن الجلسة النهاية هتكون مع الأستاذ ياسين منصور رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي أيضا هناك عرض جديد هيكون برضو من خلال وجود الأستاذ ياسين منصور في قطر برضو ما بعد اللقاء بخصوص الجانب المادي لمسماني عشان يجدد عقده لمدة مسمين في الفترة القادمة زي ما قلنا كان فيه جلسة قبل كده برضو مع أستاذ ياسين منصور هنا مع مسماني وكانت جلسة لكل يعني توضيح كل الأمور وطلبات كل واحد سواء النادي أو المدير الفني مسماني المسماني عارض أو يعني طالب 200 ألف دولار بالنسبة له وإنه يكون كمان فيه اختيار مدرب عام هو اللي يختاره يعني بنفسه فيه إطار طبعا اختصاته واختصاصات المدير الفني وفي نفس الوقت النادي الأهلي يعني برضو عنده طلبات 200 ألف دولار ماشي انت طالب لكن احنا برضو عرضين مبلغ معين هو ده اللي نقدر ندفعه لهو 175 ألف دولار نشوف الفترة اللي جاي لكن فيه طلب ما عرفش ده هل ده ممكن صحيح من مسماني طالبه من الإدارة في النادي الأهلي وانه يكون زوجته أو وكيلة أعماله وهي اللي تبقى مسؤولة عن الصفقات الجديدة بالنسبة للنادي الأهلي هل ده طلب ممكن يكون موجود من ضمن طلباته اعتقد هيبقى طلب مرفوض من إدارة النادي الأهلي لو اشترط او اشترح حط شرط من الشرط انها تبقى موجودة وتكون هي المسؤولة عن الصفقات او اي صفقات جديدة في الفترة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي في إطار برضو اللعبين وإطار الانتقالات الشتوية لكن التخطيط في النادي الأهلي يعني رفض فكرة التعاقد مع اي مدافع في انتقالات يناير ممكن يبقى في الصيف يبقى التفكير في هذا ممكن يبقى موجود لكن في انتقالات يناير هم عايزين مسلماني يعني يعتمد على اللعبين الموجودين نتكلم على رامي ربيعة احد اللعبين ومدافعين الموجودين وحتى الان ما بيبالعبش بشكل اساسي وبالتالي الاستفادة من اللعيبة دي دي فكر ورأي لجنة التخطيط في استخدام مدافع للنادي الاهلي في يناير ممكن التفكير ما بعد ذلك في الانتقالات الصيفية او الموسم القادم يبقى موجود ايه المشكلة ان يبقى فيه مدافع يبقى موجود في النادي الاهلي في الفترة بعد الاصابات الكتير اللي موجودة مع محمود متولي طبعا لعب مميز جدا لعب كويس جدا وقوي وده يقدر يلعب في كذا حتة لكن مشكلة الاصابات الكتيرة اللي حصلت لمحمود متولي في الفترة اللي فاتت خلت بشكل كبير فيه تفكير واستقرار على رحيله حتى على سبيل الاعارة في الفترة اللي جاية او الصيف القادم لكن اتمنى له طبعا التوفيق ممكن يكون بيقابل حظ سيء محمود متولي في حتة اصابات لان اصابات يعني متكررة ويعني بتقعد فترات طويلة وبالتالي يعني النادي الاهلي يعني بيفقد مجهوده في الفترات اللي فاتت يعني احنا ما شفتناش محمود متولي من ساعة ما جير ماتش او ماتشين وعلى كده اصابته ثم اصابه بتتجدد مرة اخرى ثم بتتجدد مرة اخرى يعني اتمنى ان شاء الله الحظ العسير اللي محمود متولي فيه يبتعد عنه ان شاء الله بأمر الله ايضا لجنة تخطيط بتناقش تعديل عقد اكرم توفيق اللي بيقدم مستويات هيلة جدا اكرم توفيق سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر ممكن اكرم بياخد في الوقت ده 3 مليون جنيه في الموسم لكن الادارة بتحاول يعني ترفع هذا العقد وتعديل عقده الى 5 مليون جنيه ان شاء الله كل التوفيق لأكرم لانه واحد من اللعبة الممازن خلينا نروح بقى لاخبار نادي الزمالك سريعا النهاردة واحنا بنتكلم على نادي الزمالك النهاردة وفوزه الكبير على نادي المقنون العرب والمهم بالنسبة لنادي الزمالك والادارة واللعبين وفكرة الحفاظ على اللقب والمنافسة ما بين الفرق القوية اللي موجودة فيها الدور المتلسة هذا الموسم كان فوز مهم اكيد لنادي الزمالك خلينا نبتدي اخبارنا اخبار نادي الزمالك خلينا نطلع لفاصل وهارجع بعد الفاصل اخبار نادي الزمالك تكون مع حضركم اشتركوا في القناة طيب نبتدي اخبار نادي الزمالك بعرض رسمي وصل نادي الزمالك لأحمد سيد زيزو من تركيا وبالتالي طبعا واحد من اللعبين الموازين ما فيش شك أحمد سيد زيزو الفترة اللي فاتت لو احنا بنقيس دايما لعبين مستواهم احنا عايزين نعرف بس ان احنا اللعبة المصرية ما تبقاش دايما ثابتة المستوى في كل المبارات احمد سيد زيزو لما نيجي نقيسه هو من اكثر اللعبين ثابتا في المستوى اه في بعض المبارات بيجي مستوى ينزل لكن يعني منيجي يعني بنسبة 98% احمد سيد زيزو بمستوى سابق وبالتالي هو لعيب مميز مجهودا وفنيات وامور كثيرة جدا تقدر تستغل احمد سيد زيزو في الملعب من خلال حتى وجوده في المنتخب المصري بخلاف نادي الزمالك طبعا واحد من اللعبة اللي انا شخصيا بعزها ومحبها جوه الملعب وبالتالي نادي زمالك بتلقى عرض رسمي من احد الاندية التركية وللانتقال لها في يناير القادم ده بخصوص احمد سيد زيزو ايضا كان فيه خبر لو احنا نتذكره احنا قلناه او ناس البريمو بخصوص محمد صبح حارس مرمى نادي زمالك المعارق الى فارق وان فيه بعض الامور اللي ممكن تكون بتخليه او يعني تخليه تسمح له انه ينتقل لاي نادي لو اي نادي دفع المبلغ اكبر من 20 مليون نادي فارقه يعني نادي فارقه حطت بند نهائي او البند الانتقال النهائي في عقد محمد صبحي 20 مليون جنيه لو جي نادي من بره ادى نادي فارقه 30 مليون جنيه نادي فارقه يحط 20 مليون جنيه نادي زمالك ويكسب العشرة مليون جنيه هنا كان فيه الكلام عن تواجد محمد صبحي او رغبة النادي الالي في تواجد محمد صبحي في الفترة القادمة ضمن صفوفه انه يدفع 30 مليون جنيه وبالتالي ينتقل الى نادي الالي يعني على طول إن هو بيشتريه من نادي فاركو لكن هنا في ورقة جديدة بتخلي الأمور دي صعبة على محمد صبحي لو حب يفكر في الانتقال إلى النادي الأهلية في ورقة ورقة الرغبة في ورقة اسمها كده ورقة الرغبة بتبقى موجودة لرغبة اللاعب في العودة مرة أخرى لناديه السابق أنا معرفش طبعا قانونيا إيه الأمور تحدث في الأمور دي خصوصا العقد مكتوب فيها أن اللاعب يتدفع فيه 20 مليون جنيه وينتقل إلى نادي فاركو رسميا ومن خلال بقى وجوده في نادي فاركو هو النادي هو اللي يقدر يتصرف فيه يبيع بقى لأي حد ب10 مليون 15 مليون 20 مليون لكن هنا الكلام على أن في ورقة رغبة مضيها محمد صبحي لنادي الزمالك أنه يعني مجبر على العودة مرة أخرى لنادي الزمالك هنشوف الأمور خاصة بالموضوع ده ماشي لغاية فين ولكن طبعا في الفترة القادمة خبر غريب بقى وأنا معرفش يعني نادي الزمالك دايما معرفش ليه كده الأمور بتحصل فيه بالشكل ده النهاردة كان فيه تويتاية باستاذ مامدو حباس كتبها بأنه يعني هيطعن على الانتخابات هيكون أول أطعنين على الانتخابات نادي الزمالك لما تتعامل طب ليه؟ ليه السبب؟ يعني ليه نعمل مشاكل لنادي أنت مفروض منتمني طبعا كلامي لأستاذ مامدو حباس لأن يعني مهم جدا استقرار كبير للنادي زي نادي الزمالك يعني دائما حالة الاستقرار هي اللي بتعمل المستوى الفني والبطولات وأمور كثيرة جدا جوا نادي الزمالك وبالتالي يا سيد مامدو حباس أنا ما بشوفوش حتى بيتكلم أنه هو ممكن ينزل أنه هو يدعم كل احترام لي أنا بتكلم بس إيه؟ الخبر يعني أثار استغرابي وبالتالي ليه تطعم؟ يعني إيه المشكلة؟ يعني هو لازم يبقى فيه مشكلة جوا نادي الزمالك دي أمور غريبة جدا وبتحصل من مفروض رئيس سابق أو أصبق لنادي الزمالك وإنه يبقى الاستقرار ومصلحة النادي هي فوق كل شيء بالنسبة لكل الناس اللي خدموا جوا النادي وده مهم جدا وبالتالي أنا بس كنت مستغرب من توتاية اللي عملها الأستاذ مامدو حباس بخصوص الانتخابات القادمة بالنسبة لنادي الزمالك استقرار هو أهم شيء لو محبي ونجوم نادي الزمالك وكل المسئولين وكل اللي بيحبون نادي الزمالك عايزين هو يستقر عشان يبقى في حتة تانية أو يبقى يعني في مكانة غير اللي هو فيه كمان يعني نادي الزمالك من الأندية الكبيرة في مكانة حلوة ومكانة جميل لكن ممكن يبقى أفضل من كده لو جزئية الاستقرار بقت موجودة في نادي الزمالك قبل ما أطلع الفاصل بس حابب بس أكلم في نقطة انتخابات اتحاد الكورة وهنا أنا قريد تصريح لسامويل إيتو أنا هقول ليه يعني بربط سامويل إيتو بانتخابات اتحاد الكورة وسامويل إيتو طبعا من نجوم كرة القدم الأفريقية واحد من نجوم العالميين وبالتالي طبعا وجوده كرئيس الاتحاد في الوقت الحالي للكاميرون تحاد الدقيس الاتحاد الكاميروني وإصراره على إن بلده يعني تستضيف كأس الأمم وإن كأس الأمم يتلعب في وقت وقيته عجبني جدا ورأيه ويمكن مهاجمته كمان لاتحاد الدولي في تصريحه النهاردة إن انتم مش عايزين نلعب ليه كأس الأمم أفريقية إنت إيه المشكلة عندكم إن الكاميرون أو أفريقيا تلعب كأس الأمم في الوقت الحالي ويمكن قال جملة أو قال كلمة مهمة جدا قال دوري أو بطولة الأمم الأوروبية تلعبت في وقت كان لو أنتم بتتكلموا على جائحة كورونا كأس الأمم الأوروبية تلعبت في وسط جائحة كورونا ما كانت موجودة في الهاي سيزن بتاعها وبالتالي عجبني شخصيته عجبني إنه هو جاي لسه تم انتخابه يعني من قريب جدا واخد الموقف ده وبيتكلم بالقوة دي وبيهاجم الاتحاد الدولي الإنفنتينو حتى الآن يعني واضح إنه هو مضغوط عليه بشكل كبير جدا من أندية أوروبا وأندية الدوري الأوروبي في كل البلاد عشان اللعيبة اللي هتروح في الوقت يناير لكأس الأمم الأفريقية اللعيبة الأفارقة طبعا اللي هتروح لكأس الأمم الأفريقية في الوقت ده وبالتالي يعني الراجل يعني واضح إنه هو مضغوط عليه بشكل كبير من الأندية دي وتصرحاته إن الأفضل إن كأس الأمم الأفريقية ده إنفنتينو تتأجل لوقت تاني غير الوقت ده وده للمصطحة العامة والمصطحة القصة بتاعة الكأس الأمم الأفريقية يعني دي الأمور اللي ممكن إنفنتينو بيتكلم عليها لكن سامو لقته ليه موقف واضح أنا بس بتكلم على سامو لقته إنه هو أحد النجوم الموجودين ورئيس الاتحاد في الوقت الحالي واتحاد الكرة المصري أنا بقى يعني زعلان جدا ويمكن بعتب على النجوم الكبار اللي موجودين في مصر في كرة القدم اللي مفيش حد نزل منهم كبقايمة وإنه هو يبقى موجود كرئيس الاتحاد ويبقى مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين في اتحاد الكرة هو مفروض فيه ناس يقولك مش لازم رئيس الاتحاد يبقى لعيب كرة لا لازم مش أكل كبير كمان في وقت موقعات لازم يبقى موجود لازم يبقى عنده إدارة رياضية وعلى علم بالإدارة الرياضية ويبقى موجود وينزل بقايمة هتفرق كتير جدا في الكرة المصرية وجود كابتن حازم مام وكابتن محمد بركات في قايمة مفيش مشكلة منها وطبعا هيديفه كتير لكن أنا كابتن حازم مام أنا كنت عايزه ينزل رئيس أنا كنت عايز كابتن حازم مام ينزل رئيس كابتن حمل حسن كان ماينزلش في قايمة لا كان ينزل رئيس ويجيب قايمة كابتن كبار ممكن يقدروا يديروا الكرة المصرية وعندهم القدرة بس ينزلوا بقايمة انا معرفش ايه الاسباب ويه الاسباب اللي وارد كده انه هم ما يقوموش بالدور ده احنا شايفين سامو القطو كابتن احمد حسن من جيل سامو القطو انا بكلم على احمد حسن وكمان بكلم على الكابتن حازم مام وتجربه في الاضارة سوف ناتذة مالك او حتى في اتحاد الكرة قبل كده قاعده وبالتالي كابتن حازم مام بينزل مرة تانية كعضه في القائمة الخاصة بالقسوس جمال علام وليس كنائب حتى او امور خاصة بالرئاسة ده اللي انا اتمنى ان شاء الله في يوم الايام اتمنى كنت اتمنى المرة دي لكن المرة الجاية اتمنى ان عدد كبير من لعبة الكرة القدم اللي على علم بالادارة الرياضية ويعني كل الامور الخاصة بيها وزي تدير كرة القدم بخبراتهم الكبيرة في عالم الاحتراف خبراتهم الكبيرة في كرة القدم يبقوا متواجدين في الانتخابات القادمة بالنسبة لاتحاد الكورة خلاص حصم الامر بالنسبة للقائمتين الموجودين وكل التوفيق وربنا يولي من يصلح وان كان طبعا الامور معروفة ومتجهة لفين لاسباب كتيرة منها قوة القائمة الخاصة بالاستاذ جمال علام عن قوة القائمة الخاصة بالاستاذ محمد ابراهيم كل احترام ليهم لكن طبعا واضح الفرق بشكل كبير خليني اطلع لفاصل وهي هستقبل النجمينا النهاردة كابتن أسامة خليل نجم نادي الإسماعيلي الأسبق كلامنا النهاردة هيكون طبعا على كل امور من اختخابات تحت كورة ايضا نادي إسماعيلي الكورة مصرية ومنتخب مصر بكرة ان شاء الله الاهلي والرجاء هاخد رأيه طبعا في البطولة غدا كلام كتير مع كابتن أسامة خليل ولكن بعد الفاصل هيواجه النادي الأهلي نظيروا الرجاء المغربي في السابع مساء الأربعاء على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحى بتحظى المباراة باهتمام كبير في انتظار زعيم القرى السمراء بين عملاقين كبيرين ممثل الكورة المصرية وزعيم المغرب وبيتطلع الأهلي لتحيي الفوز والعودة باللقب لتعويض الجماهير خسارة الدوري المحلي والسوبر المحلي وبهدف رفع معنويات اللاعبين قبل مرس المونديال الأندية لعبة ظروف إقامة كاس العرب في حصول لعابة الأهلي على قسط من الراحة بعد توقف الدوري الممتاز وخاض الفريق خلال فترة التوقف مبارتين والديتين ضد طلق على الجيش وانتهت بالتعادل 1-1 وضد سموحها وانتهت بالفوز 5-1 وبيعد السوبر الإفريقي فرصة جيدة أمام الجنوب إفريقي لاستعادة مكانته ورد لأعتبار على مستوى الإنجازات خاصة أن انطلاقة الفريق في الدوري أعادت ليه السقة المفقودة بعد تحيي الفوز في أول 6 جولات ليتصدر المسابقة مبكراً بالعلامة الكاملة قبل ما يطير لقطر لخوض السوبر وهيحاول مسماني استغلال العناصر الجيدة اللي انضمت للفريق زي الدولي الجنوب إفريقي برسيتاو والمزنبيقي لويس ميكي سوني بجانب حسام حسن وكريم فؤاد بخلاف عودة السنائي المعار أحمد عبدالقادر وعمار حمدي في المباراة لكونهم بيمثله قوة للفريق وهيغيب عن صفوف القلع الحمراء في مواجهة السوبر صلاح محسن اللي سجل الهدف الثاني للفريق في مرمى نهضة بركان على الجانب الآخر بيبحث الرجاء ممثل الكرة المغربية وبطل الكنفدرالية عن لقبه الثالث في المنافسة بعد ما فاز بي عام 2019 وجات استعدادات الفريق قوية ركز خلالها الجهاز الفني على علاج الأخطاء اللي وقع فيها اللاعبين مؤخرا لتجنب تكررها وبهدف كسر هيمنة الأهلي وهيقود الكتيب الرجوية المدرب البلجيكي مارك في الموتس في رابع مباراة مع الفريق البيضاوي بعد ما جيب أديل للتونسي الأسعد الشابي فسجل فوزين وخصارة في الدوري المغربي وبيطارد أول لقبليه مع الرجاء وهيخود الفريق البيضاوي المباراة بصفوف مكتملة وبيبقى مركز الهجوم من المراكز اللي بتقلق المدرب البلجيكي بسبب الفراغ اللي تركه رحيل رحيمي وملونجو وبيعول في الموتس على نجوم الفريق من أمثال أنس الزناتي ومحمد نهيري والحفيزي وأحداد ومتولي لكنه بيدرك إن الحوار مع موسيماني هيكون قوي على المستوى التكتيكي ترجمة نانسي قنقر 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 الكرة المصرية ونجوم نادي الإسماعيلي دائما نادي الإسماعيلي بيبرز مجموعة من المواهب دائما في كل موسم في كل سنة على مدار السنين اللي فاتت واحد من أفضل الأندية اللي فعلا يعني خلتنا نستمتع بكرة القدم ممكن حالها السنة دي مختلف أو الحال مختلف السنة فاتت كان بعض المشاكل بس قدر نادي إسماعيلي يحلها السنة دي الوضع يمكن صعب في بداية أول سبع أسابيع لكن إن شاء الله نتمنى أن نادي إسماعيلي بشعبيته الكبيرة يتجه إلى مكان أفضل من اللي هو فيها في الوقت الحالي مش بس كلام هيكون على نادي إسماعيلي كلام هيكون على حاجات كتير جدا مع واحد من نجوم زي ما قلت مصر ونجوم نادي إسماعيلي للصابقين كابتن قسامة خليل اللي بيشرفني وبينوارني النهاردة في البريمو كابتن قسامة براحب حدثك كابتن لنا محمد أنا أول مرة أعمل شغل معك وماشاء الله عليك إن شاء الله تبقى حلقة كويسة نستفاد من حدثك ومن معلومات حدثك وفكرة حدثك سواء في الإدارة أو في الفنيات كابتن إن شاء الله لا أهلا بيك يا محمد تنور كابتن معلش هنبتدي الإسماعيلي آه طبعا الإسماعيلي كابتن ممكن أنا واحد من الناس اللي ما كنا زمان بنوح نلعب في الإسماعيلية يعني كانت جميلة والجمهير موجودة كنا بنستمتع حتى لو إحنا تبقى المنافسة ما بين جميل إسماعيلي والقالي موجودة لكن استمتع بكرة القدم في ظل وجود نجوم في ظل وجود جمهير الوضع مختلف أنا صراحة السنة فاتت كنت بشوفت إسماعيلي خرج من من أولغ زجاجة كان موجودة وكان ممكن الأمور تختلف وينزل قلنا السنة دي يمكن الدنيا تمشي لكن ما مشيتش يا كابتن حتى لا والخوف إنه ما تمشيش لا ربنا يسر يا محمد رأيك فيما يحدث خصوصا بعد طبعا تغيير الإدارة والمعندس الصحيحة لقول لا شوف يا محمد ما يحدث في الإسماعيلي حاليا تراكمات سابقة ازاي مشكلة الإسماعيلي الأساسية بدأت فنيا عند رحيل ديسابر يرجع كده بالذكرة سنتين أو ثلاث سنين لما كان ديسابر بيدرب بالنادي الإسماعيلي والإسماعيلي كان في الوقت ده منافس على القمة في النصف الأول من عمر الدوري المصري فجأة ديسابر ساب الفرقة ومشى ولا أحد يعلم الأسباب الحقيقية في وقت كان نادي الإسماعيلي ماشي فيه حقيقة ماشي بخطوات ثابتة ووضع الطبيعي الإسماعيلي ينافس صحيح ينافس الأهل زمالكي يبقى منافس في القوي في الكرة المصرية منذ هذا الوقت الإسماعيلي فنيا بدأ يتدهور ويتدهور بشدة ليه بقى؟ لأن حدث نوع من عدم الرضا الجماهيري شو بتقولت كلمة كويسة قوي أنك بتروح كنت بتروح الإسماعيلي تلعب المباريات وبتستمتع بحماسة الجماهير بالضبط بحماسة الجماهير لأنه جمهور زواق وبيحب جدا جدا لعبة الحلوة وعايز تفرج على عرض حلو داخل الملعب ما بالك من فرقته فبدأ الضغط وسوء النتائج والفريق لم يعد الإسماعيلي كما كان في تصوري منذ أن ترك هذا الفريق ديسابر مدرب الفريق في ذلك الوقت هنا التراكمات بدأت تظهر بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إحنا بيبقى عندنا لعب أو اتنين كويسين وما فيش سيولة مادية فأسأل حاجة يبقوا فبالتالي أنا إزاي أبيع وأنا عايز أنافس طب دي نورك مهمة جدا حالتك بتقول الكابتن لأن البعض اتهم مثلا أو بيقول الندي الآلي هو السبب في الندي إسماعيلي بيحصل نتيجة أنه أغلب اللعبين المميزين أخدهم ولكن هي كورة واحتراف وإنت بتقول حياتك هوا دلوقتي الندي إسماعيلي كان بيحتاج في الوصف وبيتطر بيها لعيبة إيه المشكلة بقى أن أنا كنادي مثلا زي الأهلي أن أنا أشتري اللعبة دي هلأ هلأ أنت بتنقلني لحتة تانية بس خلينا أرد عليك في الجزئية دي طيب تفضل لك أنا دايما أقول إيه؟ بالنسبة للنادي الأهلي وتعامله مع الكرة المصرية والأندية المصرية النادي الأهلي هو أزكى الأندية المصرية استفادة من الفوضى اللي موجودة فيها الكرة المصرية وأنا بقولي الكلام ده وبقوله بكل وضوحه صراحة ومش عيد لأنه نادي زكي بيتعامل مع أمور كرة القدم بزكاء عالي جدا جدا وبيعرف يستفيد من الفوضى اللي موجودة الفوضى اللي موجودة بمعنى بمعنى ما فيش لوائح ملزمة تطبق على الأندية المصرية بطريقة سليمة وصحيحة من يعرف كيف يتحايل على لوائح الكرة المصرية دائما بيكسب فبالتالي وصل وصلت الأم أنا متكلمش بقى دلوقتي هل هو بتحايل لا لا أنا متكلمش على النادي الأهلي بعد أنا قلت لك الأهلي هو أزكى الأندية المصرية في التعامل مع الفوضى الموجودة في الكرة المصرية لكن الكرة المصرية فيها تحايل شديد جدا جدا يعني للأسف الشديد وهنا برضو متكلمش على النادي الأهلي أنا بتكلم بالعموم بالعموم ليه 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 لأن مجالس إدارات الاتحاد من 20 سنة حتى الآن هي التي تبدأ بالتحايل على اللوائح والقوانين فما بالك بالأندية فالموضوع فيه فوضى ما فيه تسايب ووضع ده رأي حدثك فيه ما يحدث فيه عمليات الترانسفير والبيع والشراء البيع والشراء والمجاملات والتربيطات والأشياء دي كلها ما علينا طب حلنا نرجع حلنا نرجع إلى إسماعيلي لأن قصة الاتحادي كبيرة أصلا أنت حطيت للأهلي في النص لا عشان أصلا وأنت بتكلمني أنا دايما بسترسل ويعني موجود مع حضرتك وأنت بتتكلم جيفة دماغي يعني تردت في وقت ملوقات أصلا سؤال تقليدي ليه نادي إسماعيلي بيروح الأهلي الدنيا كلها تسلسل وأنت بتتكلم أن اللعيبة نادي إسماعيلي بيبقى محتاج فلوس فبيتطر بيها العيبة لا بس مش في بس ده شيء أوكي أنا شوف أنا دلوقتي ماشي بتسلسل معك تمام التراكمات اللي موجودة داخل نادي الإسماعيلي وصلت الفرقة حاليا إلى لوضع حقيقة مؤسب جدا أحد هذه التراكمات بيع اللاعبين تمام طيب هنا لما جي أبيا لعيب وأنا عايز أنافس على الطولة ولعيب كويس تمام هل يعني يعني هتبع عند القدرة على المنافسة بالقطع لا لأن حتى مش قدر أجيب البديل الكويس ده أحد الأشياء القوية إبقى أنت عندك هنا شيئين رقم واحد إدارة فنية كانت ماشية كويس جدا فجأة ثابت الفرقة في النص الأول من الدوري تمام ده رقم واحد عمل لحبطة فنية داخل الفريق فريق رقم اتنين بيع اللاعبين في ذلك الوقت وعدم وجود البديل لتعويض هذا اللاعب في تلك هذه الفترة تمام فأصبح الموجود داخل نادي الإسماعيلي جودته مش بنفس قوة النادي أنا برضو مش عايز أقول كده ليه لأن أنا من أنصار اللاعب وبقف بجانب اللاعب حتى لو كان طالما لبس فنية النادي الإسماعيلي فلازم أقف معاه تمام مسألة بقى لعيب كويس أو لعيب وحش لأ أنا بقول إيه أنت بعت لعيب كويس هات لعيب أحسن منه زي واو أحسن منه يعني أحسن منه بصرف النظر بقى أنت شريت لعيبة بعد كده إزاي لأ شريت لعيبة بعد كده إزاي هنا بدخل للعنصر التالت بقى كد بالك دي سابر مشى الإسماعيلي بيبيع لعبته ده رقم اتنين رقم تلاتة وجود السمسرة اللي أثروا بالسلبة على النادي الإسماعيلي في بيع وشراء اللاعبين وإن الرؤساء الأندية في الوقت ده أصبحوا بالزبط كده سيبين أمور النادي الإسماعيلي في يد بعض من السمسرة في شراء وبيع اللاعبين هنا ده رقم تلاتة في سوء الأداء فبالتالي لم يعد هناك العين الفنية الخبيرة اللي تقدر تقول هذا اللاعب يصلح للنادي الإسماعيلي أم لا يصلح تمام يبقى أنا هنا عندي تلات أسباب تمام رابعا تمام الإحلال والتبديل في الأجهزة الفنية تمام بصورة للأسف الشديد كان فيها نوع من العشوائية تمام يعني أنا أتصور بعد ما ديسابر مشى وجي أكتر من مدرب وبعدين جي مدرب اسمه دراجن تقريب دراجن وبدأ شكل الفرقة يعني إلى حد النتائج ما كانتش كويسة لكن بدأ شكل الفرقة إلى حد ما يبقى ليه يعني تقدر تقول براميسين يعني بدأ يبقى فيه إيه شيء طيب يعني رغم السوء النتائج لكن بندله بعد الوقت فجأة مشى هيه دي بعد كده بدينا نعتمد على السوشيال ميديا عايزة إيه خد بالك ده كأدارة هنا بقى فكر إداري تمام عينوا لجنة فنية وقال لك خبراء اللجنة الفنية وفي الوقت ده أنا حقيقة كنت في المغرب وتم الاتصال بي على أساس أنزل وأمسك النادي الإسماعيلي كمدير رياضي واتصل بي المهندس محمود عثمان ومهندس إبراهيم عثمان في الوقت ده وأنا في الوقت ده حياة كان أهم ما يميز هذه المرحلة هو فك الاشتباك بين كل الأطراف إزاي؟ إن اسلوب العمل ينجح بتحديد الاختصاصات فبالتالي يعني كان مضمون الكلام في الوقت ده إن تحديد اختصاصات الأجهزة الفنية والأجهزة الإدارية من خلال عمل إداري منظم يقوده المدير الرياضي تمام؟ هنا بقى الخطأ وقلت بقى في الوقت ده إن أنا استفيد بعلي أبو جريشة وعماد سليمان مع حفظ الألقاب بمرحلة التنقيب والبحث عن مواهب كرة القدم في أرجاء وضواحي وقرى ومدن ونجوع الإسماعيلية هنا الجوب ديسكريبشن الصحيح اليوم لكن ليس لإدارة فريق كرة القدم هنا فرق كبير الإدارة بقى تبقى المين؟ تبقى معه أنت دلوقتي الإدارة هنا لازم يبقى فيه تخصص ولازم يبقى فيه دراية كبيرة جدا بالعمل الإداري لأن بمعنى إيه؟ معنى إيه يا محمد؟ فرقة الكرة دي زي مكتب في موظفين تمام؟ المدير الشاطر هو اللي بيقدر يحط الموظفين كل في مكانه المناسب صحيح لو أحد الموظفين اللي هو هنا أحد اللاعبين وقع منه أو على الأقل تغيب أو حصيت له أي ظرف من الظروف يبقى باقي الموظفين عندهم دراية بعمل هذا الموظف أو هذا اللاعب لحل محله وبالتالي يشيله المكتب أو يشيله الفريق وما يبقاش فيه نوع من الإحباطات ونوع من اللخبطة اللي تؤدي إلى هزائم أو خسارة فيه المكتب دي ده التوصيف أنا عايز أسألك سؤال بخصوص اللجنة فنية كبت من أسام أي في التفكير كده يقولك أنا أجيب لجنة الإدارة يقولك أنا أجيب لجنة فنية عشان إيه؟ هي اللي تبقى في الوش حصلت حاجة أنتوا السبب ما حصلتش حاجة يبقى أنا ناجح والدنيا تمام وأنا كده كان أختياري صح هل ده ممكن يكون في وقت ما وقت كان تفكير للإدارة الإسماعيلية؟ بكل تأكيد ما هو هو عايز يشيل من على نفسه اللي هي الإدارة بقى الضغط الجماهيري وأنت تعلم جيدا جمهور في إسماعيلية ما بيرحمش صحيح يعني ليه لأنه بلد صغيرة جمهور الإسماعيلي مرتبط جدا بفرقة الكرة ويكاد يكون دي حياته واختيار الأسماع كمان بتبقى مهمة واختيار الأسماع مهمة لكن مش بعشوائية مش كل نجم كورة يصلح مدير ومش كل نجم كورة يصلح مدرب تمام في دراسات وفي تخصصات الإسم ممكن يفيد لمرحلة من المراحل تمام ولكن العمل والنتائج هي اللي بتبقى ظهرة وهي اللي واضحة وهي اللي بتبين وتوضح إمكانيات الأفراد تمام تمام وده اللي أنا دايما نقوله حقيقة يعني آه الأسماء أنا احتفظ بيها وأحافظ عليها وأحترمها لكن أحطها في مكانها مناسب أنت قلت لي اللجنة الفنية علي أبو جريشا أعماد سليمان أسماء كبيرة رائع وأسماء محترمة جدا ولكن وضعوهم الطبيعي في اكتشاف لاعبي الكرة البراعم وأيضا ولكن ليس للتخطيط وليس للتخطيط وليس للتخطيط في أن الكل يشترك في الوصول لهدف ده تمام أنا عشان عندي حاجات كثيرة أريد أن أتكلم مع هدفك من تأسك سألتيني آه فأنا عايز بقى الحل يعني النهاردة إسماعيلي بيخسر من سموها من واحد وده وارد في كرة القدم لكن مش من الطبيعي إن الإسماعيلي ما يكسفش ولا مطش غاية ده ويتكتب الحلول طبعا يعني كانت توقنا جان في مطش زي النهاردة على قل اللي إسماعيلي كان يطلع تعادل كم تعادل اللي جايت آخر ثواني بالضبط فترة خدمة المطلوب آه كابتن غيرت مدير فني لأ شوف وعملت كل حاجة لكن ما زال النتائج سلبية الإسماعيلي النهاردة لما مهاجمي يجيبه هدفين من سبع مباريات صحيح ولما مدافعي وحارس مرماء يدخل فيه عشر أهداف خلي بالك أنا بتكلم على سبع مباريات هدفين لمهاجمي صحيح وسبعة على نادي الإسماعيلي هنا ما فيش شك هناك لخبطة غير مفهومة بين خطوط الفريق يبقى هنا لازم رقم واحد تمام لعبوا النادي الإسماعيلي بجهازهم الفني والإداري انغلاق تام وإغلاق النادي الإسماعيلي على هذه المجموعة كان فيه توقفة كانت ما أنا جاهل كان فيه توقفة وكاسل عرب أنا مكلمش على التوقف لا 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 أنا مكلمش على إن الدوري وقف أو الدوري موقفش أنا بتكلم على نحية سايكولوجي أنا بتكلم على السايكولوجي بتاعة الفريق تمام تواخد بالك إزاي أنا أعيد بناء هذا الفريق بالتدريج وإعطاء الثقة لللاعب خلي بالك أنت لعب كرة وأنا لعب كرة صحيح وأنت تعلم لما بتنزل الملعب وإنت الآن خير يعني حاسس إن الناس مش عايزاك طريقة أدائك بتبقى الزي صحيح ولما بتنزل الملعب وحاس الناس عايزاك وفرحانة بيك سكاي ذا لمت يعني معناها أنك أنت طاير في الجو وعايز تعمل أخصى حاجة عشان إرضاء الجماهية فالنهاردة لعبة الإسماعيلي وصلوا لمرحلة فيها إحباط يعني أنا لما بشوف النتائج وبشوف نهاية المباريات وكده حقيقة بحس إن لعب النادي الإسماعيلي النهاردة في مرحلة خطيرة جدا جدا هي المؤثرها عليه بالسلب بالسلب وهي اللي مديها النتائج السيئة دي أنا لا أتحدث عن العمل الإداري دلوقت تمام لأن أنا متأكد إن مجلس إدارة الإسماعيلي حاليا هيجنن عشان يصلح الوضع صحيح طب إنت هذا كده يعني مقصود أن حدك نادي إسماعيلي أو فريق إسماعيلي محتاج دكتور نفسي ممكن ده ممكن ودي مش عيب تمام لكن اللي أنا أقصد أقوله ده مش شرع الإسماعيلي كاتب بداية الموسمي اللي أنا أقصد أقوله يا محمد إن الإسماعيلي محتاج إنه يقفل الباب على نفسه اللعبته النهاردة محتاجين إنه هما يلموا بعض من خلال الجهاز الفني وأعطي الثقة للجهاز الفني مش هتغلب ماتش أقوله إنه ماشيه خلاص يعني حددتك بطولة كابتن إن لو حصل يعني نتيجة سلبية في الماتش اللي جاي مثلا من إسماعيلي براون ما يمشيش لا ما يمشيش هتجيب مين هتجيب مين يعني طبعا ما يمشي لازم أديله ثقة إنه يكمل يعني لكن أنا أحبط المدرب وأحبط اللعيبة طيب مين اللي هيديني داخل المالعب إذا كنت أنا أحبط هذا اللعب اللي ما عنديش بديل ليه هجيب لعيبة إمتى تمام والنهاردة عشان أجيب لعيب كويس قوي هجيبه بكام وهجيبه إزاي صحيح تمام فالواقع بيقول إياه محمد إن أنا لازم أحافظ على اللي موجودة عندي وعشان أحافظ عليه لازم أشجعه لكن ما حبطوش فبالتالي دي أحد الأشياء السلبية جدا اللي موجودة داخل نادي الإسماعيلي حاليا ومش قادرين يعالجوها الجمهور يبقى كابتن هنا الجمهور مساند الجمهور مساند ولكن والجمهور محب جدا لهذا الفريق ويحترم بكل أنواع الشكر والتأدير ولكن بحدود خلي العمل الفني لرجال الجهاز الفني وتعالى حسيبهم في الآخر لكن القلق على الفريق حاليا آه مطلوب وده كويس لأنه بتحط ضغط على الجهاز الفني عشان يشتغل وده الأندية الشعبية كابتن وده فعلا في كل الأندية الشعبية لكن في نفس الوقت لازم أديله شيء من السقة صح علشان يبتدي يشتغل ويلم لعبته وانا لازم ألم لعبته الإسماعيلي النهاردة والنهاردة كان معاك جميلة كابتن والله راحوا النهاردة في البرد في نادي جميلة بيضا كده حاجة جميلة صحية يعني وشباب صغير وحاجة تفرح صحية يعني فده ده ده روح الإسماعيلي ودي حاجة جميلة وحييهم نتمنى حتى إن شاء الله ترجع تاني إن شاء الله لكن إنت حدك بتقول الاستمرار في دعم الفريق ما فيش تغيير حتى لو أي أمور سلبية حصلت بالزبط لعبة تشتعل بشغل نفسي أكتر لا يقفل الباب على لعبة النادي الإسماعيلي ويقلل دخول الدخلاء ويبتعد تماما عن شغل السوشيال ميديا وما يقال في السوشيال ميديا إذا كان هناك إحباط فبالتالي لابد من معالجته أو معرفة كيفية مواجهة الكلام ده اللي مش هتقدر تمنعه ده لازم موجود موجود طيب لكن تعطي ثقتك للععب طيب أنا آخر سؤال بس عشان أنتقل لنقطة مهمة تانية كاتل مخصوص اتحاد الكرة كنت مفروض أن أنا على علمي كنت موجود في قايمة هتنزل لكن القايمة ما أعلنتش إنها وجودة أو ما أقدمتش فرقة لكن أنا أقول لك إلا أسماء آخر سؤال كاتل بخصوص هل نادي إسماعيلي محتاج تدامات وإيه التدامات من وجهة نظرك التنقصير وخليل في الانتقالات الشتوية إيه التدامات هو المراكز يعني بص يا محمد الأرقام بتحدد نفسها أنا قلت الحدائق إيه في البداية هدفين الإسماعيلي جايب هدفين يعني فيه عقم تهديفي يبقى أنت محتاج مهاجم تمام الإسماعيلي داخل مرمى عشر أهداف سبع منبريات يبقى هناك شيئا ما خطأ في تنظيمه الدفاعي انتواخد بالك تمام وأيضا حراسة المرمى هو عمود العمود الفقر بتاع أي فرق ابتداء من حارس المرمى لقلب الدفاع للعب الوسط اللي هو خط الوسط اللي هو محور الارتكاز للمهاجم الهدف هو ده العمود الفقر بتاع عندك معلومة عن شلونجا كابتن واللي يحصل معاه ولا ما عندك شلونجا لا لا أنا لا أتعرض لأسماء لاعبين ودائما أحترم أي لعب لبس فنيلة النادي الإسماعيلي وافضل بجانبه وشجعه لكن بقى يعني أنا بعيد خالص عن إنك كالشي وراجل ما بياخدش فلوس وقال لك همشي وحقه يعني دي حاجة خاصة بالنادي الإسماعيلي وإذا كان هذا صحيح فاللي بيدفع تمانع النادي الإسماعيلي صحيح طيب خلينا نتقل بقى كابتن الموضوع مهم هو انتخابات اتحاد القرى إن شاء الله هتبقى 5 يناير قائمتين اتقدموا كان في قايمة تالتة كانت حالتك من ضمن هذه قايمة اللي تم الألان من ضمن الأسماء كابتن لكن قايمة بتاعت الموضوع الفامي ما تقدمتش وأعتذرت يعني أو بما معناها أعتذرت وبالتالي عايز أخد رأيك في الانتخابات وقايمتين اللي فضلوا كابتن برضو لو تقدر تقول لي كواليس عدم الترشح بالنسبة لقايمتكم يعني توضحها لنا يا ريت الجمهور عايز يعرف لا شوف يا محمد هو مشكلة الكرة في مصر ايه في كيفية إدارة كرة القدم المصرية والمشكلة الأكبر إن إعدام السقة بين الجماهير بين الشارع الرياضي الكروي تمام وبين من يدير كرة القدم المصرية هنا معناها إيه؟ معناها إن لابد من وجود خطوات إصلاحية لإصلاح ما تم إفساده داخل الجبلية باختصار الكل لو سألت أي حد في الشارع المصري عن الجبلية هتسمع ما فيه الخمر يعني هتسمع كلام كتير جدا تمام لما تعاملت الانتخابات وده أحد الأسباب اللي خلت مجموعة المهندس الوزير سامح فاهمي اللي ليه كل احترام وكل تأدير إنه يجمع مجموعة أكتر من رائعة تمام فيها المهندس شريف حبيب فيها الأستاذ محمد طويلة فيها أسامة خليل فيها شخصيات قد إيه قد إيه معطاقة وتمتاز بالرؤية تمتاز بالرؤية تمتاز بالرؤية إيه؟ إن الناس ليها تخصصات كبيرة جدا داخل رياضة كرة القدم وليها تأثير كبير جدا سواء كان ممارسة أو عمل إداري وبالتالي أهم شرط من الشروط نظافة اليد والسمعة الطيبة ده مهم جدا انت واخد بالك فبالتالي الأمور كانت ماشية بسلاسة ووضع أهداف قوية جدا لإصلاح الكرة المصرية من خلال من خلال وجود العدالة بين الأندية العدالة من ناحية توزيع العوائد من الأندية يعني كنت كتن حطيته برنامج وكتن حطين الخطة التطوير جدا كل حاجة كل حاجة كل حاجة خلي بالك أنت قاعد على ترابيزة فيها برينز فيها عقول عقول موجودة وفيها ناس قطعت شط كبير جدا في العمل الإداري الرياضي والعمل الإداري الفني الرياضي صحيح فبالتالي طلاقت الأفكار وكان وكان شيء جميل ضيق الوقت ضيق الوقت احنا النهاردة بتتكلم على خمس ستة أيام تمام لازم تقدم فيه الأوراق تمام وده كان صعب جدا يعني آه القوام بتاع وليه مقتدل خوش من بدري طبك ما فيه ما إمتى هو كان حد عارف الانتخابات ستقرر من أسبوع هتوش مسددين لا مش مش كله منتظر بس هنا بقى هنا الخطأ الكبير لأن قررت الانتخابات في خلال مدة وجيزة جدا مع تجميع الشخصيات الرائعة مصر فيها كفاءات كبيرة وقوية وحاجة رائعة وانا بعتم لعبت الكورة كابتن لا خلينا هجي لك أنا لعبت الكورة بس خلينا أكمل لك النقطة دي بعد إذنك فبالتالي وجود هذه القامات من خلال هذه القائمة خوفت الناس خوفت الناس اللي هم في الجبلاية خوفتهم بمعنى أصح ليه؟ لأن أنت جبت ناس ما عليها علامات استفهام وأيضا لها تأثير على الوضع الكروي من ناحية التخطيط المستقبلي أنت أنت النهاردة مش بتتكلم على تتكلم على قيمتك يا كابتن قيمة بتاعتنا طبعا صوفت الناس تمام لا في حد صوفت الجبلاية إيه بقى الجبلاية اللي هم مين اللي هو طبعا هنا بريدة على أحمد مجاهد على طبعا طب هم دول الكرام الجميع يعني لا أنا هجيلك بقى تسلسل الموضوع يا محمد فضل خلينا أقولك بقى تسلسل الموضوع تمام ضيق الوقت زائد احنا اخترنا أيضا بعض من نجوم الكرة وأحدهم للأسف الشديد تمام انتظرنا ورقة من الأوراق في غاية الأهمية إنها تقدم علشان خاطر يتم تقديم الملف كاملا لغاية الانتخابات ما قبل تقديم الأوراق ما قدرناش نحصل على هذه الورقة من هذا النجم فبالتالي صعب جدا إن تتقدم الأوراق مع ضيق الوقت تمام وهناك أحد الأفراد أو أحد الأشخاص في القيمة أوراقه غير مستوفية ده معناه إيه؟ معناه إن القيمة كلها هتقع فمحدش عايز يعرض نفسه للوضع ده تمام تعال بقى لي القوائم الأخرى مع احترام الشديد ليها طبعا وده إحنا متفقين الاحترام واجب في كل مراحل التنافس تمام كل الاحترام طبعا بس كابتنا ما نيجي نبص في قيمة هتنجح بسهولة ما هو أنت تأديرك إنها تنجح بسهولة ليه؟ ما شوف بقى خلينا نبقى المزيع وإنت إيه الضيف طب ليه؟ يعني كل الاحترام لقيمة المهندس محمد إبراهيم الأمور بالنسبة دي هم أول أسماء غير معروفة ما فيش ثقة ما بين ويمكن أغلبهم من الصعيد كمان وبالتالي الأمور بالنسبة لهم يعني مش هيقنعوا كل جمالة عمومية اللي هي منتشرة في كل الأندان مصرع الانحاء الجمهورية خليني أسألك السؤال التاني طيب بالنسبة ليه القيمة اللي حددك بتتكلم عليها اللي بتاعت الأستاذ جمال علام هل هذي الأسماء حاليا يعاد صياغ خلي بالك يعاد صياغ الجبلاية مرة أخرى من خلال هذي من خلال هذي الأسماء دا أنت لتجاوبني بعد لا أنا عايزة كنت لتجاوب لا أنا مش أجاوب أنا بقى المزيح لأنك كان سؤالها أسألونك جاوبني بالقاطع بالقاطع لا يا محمد يعني بالقاطع ما يحدث في الجبلاية هو إعادة صياغة لتواجد هاني أبو ريدا والمجموعة بتاعته طيب هل دا يصح في الكرة المصرية لدرجات دي أندر استميت زكاء المواطن المصري يعني تقليل من قدرات المواطن المصري في الفهم ما واضح جدا متى ظهرت قصة الدبلير عشان يجي بقى لقايمة الثالثة اللي حددك بتتكلم عليها اللي هي محمد إبراهيم يبقى إحنا متفقين أن في قايمة يعادة صياغة وتواجد هاني أبو ريدا حتى النهاردة الناس كلها لما تيجي تتكلم يقولك والله آه دي القايمة دي دي بتاعت هاني أبو ريدا اللي الحكومة والدولة والشعب والدنيا كل لا قلت له يلا مع السلامة كفاية بقى بعد هزائم كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية تمام ولكن الآن يعاد صياغة تواجده مرة أخرى من خلال القايمة دي طب القايمة دي بتعمل إيه هات للأسماء بتاعتها مع احترام الشديد لها تمام لها قايمة الجمال علام فأين هو سابقا وازاي دخل اتحاد الكرة من 2012 والكل يعلم قصة الدبلير مع احترام الشديد جدا تمام وأنا في 2012 دخلت على الرئاسة لسبب بسيط جدا مش عشان أصوات وجمعية عمية مع احترامي الكبير ليهم طبعا ولكن علشان أقول له هاني يا بريدة لا لا تتحيل على الليحة والقوانين انت بقى لك مدتين متتاليتين تمام تدير اتحاد كرة القدم وعايز تاخد مدة تلتة بالتحايل على أساس انك انت عضو مكتب تنفيذي فدخلت على الرئاسة بصفتي عشان أمنعه من التحايل ونجحت واستبعد هاني أبريدة طب مين اللي جاه جاب طبعا في الوقت ده صديقي وآخي اللي بحترمه جدا الأستاذ جمال علام يبقى هنا جمال علام وجوده غصبا عن يعني التفكير والصورة الزهنية اللي الناس أخدها انه جاي لانه بديل لهاني أبريدة يعني أستاذ جمال علام مش ممكن يقولك أنا لان أعيش في جلباب أبي مثلا التاريخ أنا أتذكر أن أستاذ جمال علام يعني من يدير الاتحاد أستاذ جمال علام لا لا من يدير الاتحاد عمليا يعني تمام اللي بيدير الاتحاد عمليا هاني أبريدة وأحمد مجاه عمليا أنت أعزك في الوقت الحالي وقابل كده وقابل كده هل ده صح تعال بقى لبقى الأسماء طب ممكن يا كابتن لبقى الأسماء أطلع لفاصل سريع ونتكلم على بقى الأسماء اتكلمت على المهندس جمال علام وأنه يعتبر زي ما بتوحدك دوبلير للمهندس هنا بريدة أنا بالتحفظ طبع لفكرة دوبلير أنا بقولك من يدير الاتحاد وأنت بتقول بقولك دوبلير دي حصلت إمتى 2018 طيب حط على الفاصل كابتن ونرجع لحزك فاصل مكملين مع كابتن أسامة خارين اللي نجمينا النهاردة في البريو بيسعى الفري الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفوز على الرجاء المغربي وحصل لقب السوبر الإفريقي للمرة التمنى في تاريخه والتانية على التوالي وذلك بعد ما فاز بلقب النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين وبيعمل الفريق الأحمر خلال المواجهة في مواصل التفوق على الأندية المغربية في بطولة السوبر فسبق وحصد اللقب على حساب الجيش الملكي عام 2006 وفي النسخة الماضية أمام نهضة بركان التقى المارد الأحمر مع الفريق المغربي في ست مواجهات من قبل وبيعمل التاريخ لمصلحة بطل المغرب في المواجهات المباشرة بين الفريقين فحقق الفوز في مبارتين بينما حقق الأهلي الفوز في مباراة واحدة وكانت تعادل حاضر في ثلاث مباريات وأحرز الفريق الأحمر في مرمأ الرجاء سبع أهداف واستقبلت شباكه ثمان أهداف المواجهة الأولى بين الأهلي والرجاء كانت في نسخة 99 بدور المجموعات بأبطال أفريقيا وانتهت مباراة الزهب في القاهرة بخسارة الأهلي بهدف دون مقابل بينما تعادل الفريقين في مباراة العودة بالمغرب بنتيجة واحد واحد المواجهة التانية كانت في نسخة 2002 بدور المجموعات بأبطال أفريقيا وانتهت مباراة الزهب في المغرب بهزيمة الأهلي بنتيجة 2 واحد بينما تعادل الفريقين في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3 تلاتة المواجهة التالتة كانت في نسخة 2005 بدور المجموعات وانتهت مباراة الزهب بفوز الأهلي بهدف دون مقابل بينما انتهت مباراة العودة في المغرب بالتعادل الإيجابي بنتيجة واحد واحد وتوج الأهلي في هذا العام للمرة الرابعة في تاريخه طيب مكملين مع حضراتكم كابتن أسامة خانيد كنا بنتكلم قبل الفاصل على قائمة الأساس جمال علام كنا كلمة على قائمة الأساس جمال علام وموقفه الخاص من الاتحاد لما كان متواجد من 2012 خلي بالك احنا بنتكلمش على شخص جمال علام اكيد 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 انا بتكلم على القرى في الوقت ذكرت وهو موجود كنت مدير المتخب الشباب شخصية محترمة جدا منظم جدا لكن هذاك بتتكلم في نقطة تانية خالص احنا بنتكلم فيه يعني كيفية إدارة اتعاد القرى ما بنتكلمش عليه كشخص كشخص هو الرجل محترم وكل الناس اللي أسمائها موجودة كلها هناك شخصيات محترمة لها كل التأدير ولها كل الاحترام صحيح بس هنا بنتحدث عن المهنية وعن كيفية إدارة الأمور داخل الجبلة لازم أفصل بين الاتنين صحيح بين أشخاص وبين إدارة كيفية الإدارة ومش أي إدارة كاتل الإدارة الرياضية بس هي نقطة مهمة جدا لان بالبعض يقول لك لعيب كرة لعيب كرة أوكي هو عنده خبرات ولازم يبقى موجود بس كيف يكون عنده كيفية إدارة الرياضية ودي طبعا علم مش أي حاجة وخلاصة طبعا الله مش فيه ناس درسة يا محمد فيه ناس خريجي كليات تربية ومعهم دكتوراه ومعهم ماجستير وفيه ناس خريجي كليات أخرى انت واخد بالك يعني انت تكلم هنا على الثقافة بقى صحيح صحيح العقل كلي بالك والقدم بس يبقوا موجودين في مكان الصحة العقل فكريا والقدم تأثيرهم والنواحي الفنية هذه لاتمثال تسمع طبعا عن جورج وايا كورس طبعا فاكر جورج وايا أحسن لعيب في العالم لعيب من ليبيريا وهذه الدنيا كلها النهاردة فين جورج وايا النهاردة جورج وايا رئيس ليبيريا جورج وايا ده لاعب كرة تمام جمع بين ميستين التفكير المنطقي العقلاني بعقل وبين إمكانياته وقدراته الفنية في الملاعب واستخدام قدمه هنا بقى مش العلاقة بين العقل والإيد ده العلاقة بين العقل والقدم صحي كابتن ده جورج وايب كرة إيتو سامول إيتو لاعب رئيس الاتحاد الكاميروني شخصيته كابتن التصرحات شخصية يعني هنا نجومية اللاعب دايما بترتبط بإسهاماته الحقيقية في عالم كرة القدم إحنا النهاردة بنتكلم على إيتو لاعب لعب في دوريات أوروبا لعب في أنديت أوروبا القوية الشهيرة وأيضا لإسهاماته الإجتماعية داخل بلده صحيح يعني إيتو عمل إيتو عمل أشياء كتيرة جدا كخدمات اجتماعية داخل وده دور النجم لما النهاردة يتقدم للترشيح لانتخابات الكاميرون وينجح لا يستحق ليه لأن رجل جمع بمزاق كبير وحقوق بلده كتن وحقوق انتحاد وكرة الكاميرونية في الصدافة طبعا النهاردة واقف لإنفنتينو صحيح النهاردة إيتو عمل تصريح يعني حقيقة لازم لازم ناخد بالنا أنه يأسف لأن بعض الدول الأفريقية تمام واقفة ضد الكاميرون وهنا بيأصد للأسف الشديد ممثل مصر في الفيفا هانيا بوريدا موقفه إيه طيبة كتن؟ لأن طبعا واقف مع إنفنتينو يعني بص ما هي الفكرة احنا قلنا بلتر ومساوء بلتر تمام انتهى لا لكن ما زال إنفنتينو ماشي بأسلوب المجاملات والمحاباة وتعارب بقى الفكر المصري بتاعنا الزكاء المصري الهدايا الحلوة زي ما تعامل مع أحمد أحمد بيتعامل مع إنفنتينو بيتعامل بالنفس الشيء فبالتالي أصبحنا الآن مصيرين للا هو عايز يعمله إنفنتينو يعني إنت قلت مقصود إنفنتينو بتقول إن المهندس هنا بريدة يعني في صف أو بجانب ينفنتينو في تأجيل طبعا ما فيش شك النهار دا إيتو قالها صراحة فبالتالي هنا قوة الشخصية بقى وهنا الدفاع عن حقوق البلاده وهنا الاحترام اللي المفروض إحنا كرياضيين ونبقى سعداء به على أساس إنك أنت تتحدث عن ظاهرة في الكاميرون رئيس التحاد الكرة الكاميروني اللي هو إيتو وايف قدام الفيفا أنت واخد بالك لأنه قال إيه بطريقة مستترة هو عايز يوصل إنه ما زالت فيه عنصرية في الكرة الإفريقية الإفريقية وهو بيدافع عن هذه العنصرية من حقه في وطنه فهنا أبعاد كبيرة يا محمد صحيح طيب هرجع لبقية القيمة الخاصة بأساس جمال عنامه حتى كنت تلاقينا فاصل لساعتها كابتن فضل طب قولي أنا وصلنا لجايد فينا كان كلام على بقية القيمة والأمور الخاصة وقدرتهم على الإدارة الرياضية وإدارة التحاد الكرة وإدارة الكرة المصري هو بص يا محمد إحنا النهاردة هذه الصورة الكاملة للقيمة الخاصة بأساس جمال عنامه إحنا مع كل الإحترام والتأدير لكل الشخصيات اللي موجودة ونتمنى لهم طبعا على فكرة لجايد دلوقتي ما حدش عارف هو مين اللي هيدير للتحاد منطقيا منطقيا بطريقة رسمية ما زال هناك في بتاع ده انتخابات يوم 5 يونيو يعني لجايد دلوقتي إحنا بنتكلم خمسة يناير خمسة يناير بنتكلم كده في الهوى يعني انت واخد بالك لكن احنا بنتكلم دلوقتي على ما يثار في الشارع المصري هل الشارع المصري راضي عن الوضع ده؟ بالقطع لا يعني ما نتكلم كابتن ما حدش يقولك ان المهندس هاني بوريدة هو اللي نازل لأ شوف انت قلت ايه قالك انت قلت بالظبط كده لما يشوف القيمة دي هيقولك ان المهندس هاني بوريدة هاني بوريدة هو اللي نازل سيبك من موضوع النجوم بص يا محمد موضوع النجوم ده موضوع النجوم ده لما اجي انا اقيمه بجد لازم افكر في الكاراكتر لازم افكر في الشخصية النجم انسى موضوع الكورة وموضوع انه بيلعب لنادي كذا او نادي مش عارف ايه تمام لا انا اقيم هو لما بيقعد على الترابيزة فكره ازاي وهو من تجاربه السابقة هل نجح في في نجح اداريا تمام ده مهم جدا وهنا ابتدي اقيم بقى لكن اقول مليون اسم احنا يا سلام علينا في مصر اسادزة في طرح الاسماء وكل واحد اسطورة تمام لكن عمليا عمليا تعالى بقى انغرب للموضوع تمام اداريا هل في اسهامات قوية في مواقف قوية تحسب هنا هو تبتدي اقيم الموضوع لكن النجم فلاني والنجم مش عارف ايه وبنحترمهم بكلهم وبنحبهم بكلهم لكن الملعب شيء وانتماءات الاندية شيء والواقع على الترابيزة والحوار شيء تاني تمام هو ده الكلام طيب انا وقتي ينتهي كابتل سريعا بس انا عندي فقرة مهمة جدا اخذها مع حضرتك وهي فقرة الصور حتى تطلع الصور قدام حضرتك يعني توجيه له كلمتين كلمتين وبس كلمتين وبس ماشا تنور كتن دائم طيب اول صورة الاستاذ احمد مجاهد المهنس احمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حتى الان حتى يعني انتهاء الانتخابات الخاصة بتحاد الكرة كابتل نقسامة ده الكاميرا بتاعتك ايه فين الكاميرا انا بصيت هنا اه اوكي مالو احمد مجاهد ده كلمتين لأ عايز تبصل الرسالة انا عايز اسألك انت ايه الصورة الزهنية اللي انت مكونة عن احمد مجاهد عضو صابق في اتحاد الكرة وعضو رئيس اللجنة اللي بتدير اتحاد الكرة دي الصورة الزهنية ملقاش علاقة بهانا بوريدة دي بقى رأي حضرتك تسنيش انا المجاهد يعني هانا بوريدة تمام الصورة اللي بعدها مواند ساحي الكومي والله صعبان علي تخيل بقى صعبان علي في الوقت اللي اسماعيلي بيمر فيه صحيح طيب الصورة اللي بعدها كابتن علي ابو جريشا اه اخطأ في قيادته اللجنة الفنية اه اه اماما انا اعتقد انه كان مدفوع اه اه ليها تمام كبتن اعماد سليمان اه اه هقول له اعماد سليمان اه اه اقول له الله يعينك اعماد سليمان اصلة يعني ما يعني شخصية طيبة وما لوش في الداشة دي جد طيب كبتن ادهم السلال اضرر اللي ارحمه اه انا حزنت جدا على ادهم السلال السلح دار. الله يرحمه. طبعا الموت علينا حق هو قضاء الله. لكن أنا دربت أدهم السلح دار وأنا ماسك الإسماعيلي سنة 95. وكنت أقول لي لعبة الإسماعيلي لو عندي اتنين أو تلاتة بروح أدهم السلح دار مخسرش مباراة في الإسماعيلي. مباراة في الإسماعيلي. أدهم السلح دار. الله يرحمه. الله يرحمه. قلبي جميل. السورة بعدها مستر كروش المدير فني متخابنا الوطني. أنا معجب جدا بهذا الرجل وشجعه جدا تمام. وأعتقد أنه لو سبوه في حاله على الإسلوب اللي هو ماشي به بإلغاء لعبة التوازنات هينجح جدا وهنوصل كاس العالم إن شاء الله. تمام. السورة بعدها مستماني كابتل. مستماني نتائجه تتحدث عنه. عنده موتش صعب بكرة. هو بص الرجاء المغربي ما تنساش أنا أنا متصل جدا بالمغرب طبعا بحكم الله عبر. زوجتي كانت من المغرب. الرجاء ليس فريق سهل. ولكن الأهلي يكسب بالتاريخ والإسرار. صحيح. طيب تقوله إيه بكرة مسلمين يبقى كابتل أو تقوله إيه عن متن بشكل عام قبل ما نجيبك بصورة سوس جمال. لا أقوله ربنا يوفقه في مباراة الغد إن شاء الله. سوس جمال علي. لازم لازم يبعد عن نفسه شبهة إن دوبلير لهاني أبوريدا. تمام. طيب الصورة اللي بعدها. طريق حامد وعدم اختياره وكابتن قيمة الخاصة بكاسبه. لا أنا لا أتحدث عن لاي. لا استحق طبعا كابتن يبقى موجود. هو لا. المدرب أنا أحترمه جدا ورؤيته أحترمها. لكن هو فنيا ما فيش شك لعيب كويس. لكن رؤية المدرب أنا كرجل أنا كلاعب كرة وكفني وكمدرب سابق. تمام. دايما لاختيارات تبقى لتنفيذ استراتيجية معينة في تفكير المدرب. هو عدم اختياره لطارق مع احترام الطارق لأنه لعيب كويس طبعا. ده شيء يرجع للمدرب. أنا ما قدرش أحكم عليه. آخر صورة معا كابتن عمر السلية. حزنت جدا للاتهمات عمر السلية في الهدف اللي هو جابه هدف تونس. دي حاجة متحكة كابتن. وزعلت لأن ده شيء وارد في كرة القدم ولا يمكن هيكون يعني ما. في أسطوب لبعض الجماهير كلا كابتن. لا غلط. ده بقى الإعلام الانتمائي. ده الإعلام الانتمائي اللي أنا برفضه. واللي تايما أتحدث عن أنه أحد أسباب إنهيار الكرة المصرية. طيب. أخيرا أهل إن شاء الله يكسب بكرة كابتن. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. لا الأهلي. شوف. الأهلي فريق يعرف كيف يصل للنهاية. حي. باختصار. حي. وعنده دايما هدف جماعي. الهدف الجماعي الحصول على البطولة. حي. مقاومات نجاح العمل الإداري إيه؟ إن المجموعة كلها. عارف الهدف وعايزة تحقق. يتبقى عندها وضوح رؤية. صحي. وتحديد الهدف الجماعي. صحي. فلي بالك مش هدف فردي. صحي. هدف جماعي. صحي. صحي. من الجماهير للمجلس الإدارة. للجهاز الفني. للجهاز الفني. للجهاز الإداري. لللعيبة. صحي. كابتو سامة أنا استمتعت بك كابتو سامة ونورت وشرفت. دايما يعني بتنورنا في البريمو دايما يا كابتو. أشوفك مرة تانية أول مرة. لكن مرة تانية عندنا كتير جربة. يا والله إذا أنت طلعت ممتاز. حبيبي كابت. ربنا أفاك يعني ربنا خليك. تنساش أنا كنت بوه. أنا برضو دعم البرامج بتاعه. عارف يعني عارف ما شاء الله إنك ماشي التسلسل كويس. نورت وشرفت كابتو سامة خليل نجمينا النهاردة. وهي نجم من نجوم القرى المصرية ونجم من نجوم نادل إسماعيلي. نتمنى إن شاء الله من خلال حديثه معنا والشكل اللي تكلمنا بيه عن نادل إسماعيلي وعن الكرة المصرية إن الأمور تتحسن. سأقف الإسماعيلي أو في الكرة المصرية إن شاء الله من خلال إدارة تكون يعني حتى رؤية للكرة المصرية بشكل أفضل. ما تبقاش تابع ليه حد على كلام طبعا كابتو سامة خليل وكلامه طبعا وتكون هي اللي بتدير للكرة المصرية بشكل يكون فيها احترافية. وبشكل يكون تتجنب فيها المصالح الشخصية المصلحة العامة ومصلحة الكرة المصرية. ده الأهم هو ده كلام كابتو سامة خليل النهاردة معي في البرنامج. أشكركم إن شاء الله هيكون حلقة بكرة مهمة بعد لقاء الأهل والرجاء إن شاء الله في بطولة الصبر نتمنى طبعا تكون بطولة أهلوية بطولة حمراء إن شاء الله. تعتبر البطولة التمنى بأمر اللي إن شاء الله تمنى يا أهلي بكرة إن شاء الله. أسبوع على خير.